اشتركوا في القناة مثل ما انتو شايفين انا اليوم مو حاطة فونديشن ابدا اوكي اي بس حطيت شوية اي لاينر و اي شادو بس فاليوم بدي احكي لكم عن هاد البرودكت تقريبا صار لي ثلاثة شهور عم بستخدمه و هاد البرودكت كل حدا حكي انه ما شفت الفيديو و ما شفت كل على اليوتيوب على انستغرام على كل مكان هاد الفاونديشن اسمه انفيلابيل فريش وي و كاتبين عليه كمان انه هو ابتو 24 اوور بس اتوقع انه محش بحط فاونديشن اكبر من 24 ساعة المهم انه اوكي هاد الفاونديشن للبشرات المختلطة و للبشرات الجافة و للبشرات الجافة و الفكرة منه انه هاد الفاونديشن بيخلي بشر تتنفس و فعليا صح بيخلي بشر تتنفس لكن جربته قبل فاونديشن اجعله انا احكي عنهم幾و يشنونه او انه مسمى انك زيت او دهني او انه مثل فاونديشن مخطط او هون او هون ابدا بس الفكر انه هو كثير سائل و الشغلي تاني يوجد انه اس بي اف 25 للناس اللي ما بتحب تحبش تحب واقي شمس أنا من الناس اللي ما بتحب تحب واقي شمس ابدا ابدا بحس حالي بتحسس منه وممكن طلع له شوية تحقوق فعلى هيك ما بحطوه حتى يعني لو بصف وهكذا ابدا مستحيل أستخدم واقي شمس فهو فيه تقريبا SPF 25 الشغلة تانية مهمة انه هم حاكيين عنه انه هذا الفاونديشن تقريبا من ويديوم لفول كفر تمام بس انا ما حسيته هايك هو لايت وميديوم بس انت فيك تقدري انه تبنيه بتحطي اول طبقة تخليه شوية تنشاف وترجعي تبنيه بطبقة تانية وفيه تقريبا شي 30 شايت يعني اي حدا ممكن يلاقي شو مكان لونك بتقدري تلاقي الناس بتعمل تاني كتير بالصيف بتلاقي درجة تبعتك شو مكان حلا انا رح احطه معاكم ونشوف كيف منقدر نبني يعني كيف ممكن تخلي من دايلي فومديشن ل مثلا ميكوب صهرة او مثلا كيف اعمله فول كفر تمام يلا نبلش انا رح احط شوية طبقة خفيفة عشان ارجع انا اقدر ابنيه كمان شوية انا رحته كتير حلوة فيه فونديشن احيان تحسوا انه قلهم رحة بس باشوا تحسوا لهم شغلي تاني انه هذا الفونديشن مع الوقت ابدا ما بتاكسد هلا كيف الفونديشن بتاكسد مع الوقت انه انه بتصير تحسوا انه اللون صار اغمأ شوي او ما وعد بس صار ليك شكله مو كتير مرتب بس يتاكسد بس انا بالنسبة لي بصير كتير غامع على وشي طبعا انا حاطة برايمر عبر كل اشي عشان هيك بسرعة بلاشت احط على الفونديشن هلا رح ااخد بيوتو بلندر واشي ابلاش اطططط شوي شوي طبعا الناس اللي ما بحبوا يستخدموا البروش عشان يحطوا فونديشن لانه بحس وشي كتير لانه اصلا مشي ناشف فانا عم بحط براش لا انا بدي شي هيك احس انه كون ناعم على البشرة وانا عم بفرده هلا انا حطت هيك اول طبقه تقريبا انا دائما برجي بلون شوي افتح ملوني ما بحب كتير وشي كون غامل هلا هيك اول طبقه انا خليها تنشاف شوي طبعا اذا بتحطوا ايدكم هيك عليها ابدا ما بتحسوا انه انتكم هديك الطبقه اللي هي ممكن تبين لا ابدا شغل تاني انه هم حكيين عنه انه هذا الفونديشن ابدا انه مثلا ما بيعلم لما انت تتيجي مثلا تشلحي اواعي او ايشي انه ما بيزيح من مكانه فبس ابدا انا مستحيل اجربها يعني ما في فونديشن مستحيل انه يطلع الا بيطلعها الواعج هل هيك المقصود سأضع ثاني طبقة منها سأبدأ ثاني طبقة منها سأبدأ ثاني طبقة منها لا أضع فوق لأنه أنا أصلا بالعادية حتى لما أعمل فول ميكوب وهيك ما أضع فوق عشان بيحور عندي لأنه مشي كتير ناشف حتى لو أكون حاطة وربطة فأنا سأضع ثاني ونرى النتيجة سوا نتيجة انه قابل بنبنى طبعا بنبنى هيك تقريبا صار فول كافر حتى يعني هو أنت ما بتحتاج أي كونسيلر بعدي لأنه بصراحة بفق شيء انتان طلعت لحبي هون من شيء خمس تيام وراحة بصراحة أخفاها تقريبا يعني ما فيه ولا شيء مبين للناس اللي ما بتحب تستخدم كونسيلر ما فيه داعي تستخدم كونسيلر انت فيك تحطي طبقتين وتمام شغلة تعملية أنه وشي كثير حاسيته انه فرش وما فيه ديك الطبق اللي بتحسي انه مثلا عدتي زون هون انه ممكن يزايد بالعكس وكثير خفيف وكثير حلو حتى لو ما صبت انه عادي انه عادي مصبت ببودر بس ما بده كثير حاس انه حلو ومرتب فبس سعره تقريبا شيء 15 دولار ما بعرف قدش سعره بالأردن وحتى ان اشتريته على السن ما كان ب15 وبس وبتمنهم بتعملولي لايك وشير سبسكرايب بشوفكم في فيديو جديد باي باي